مرحبا ناتذكائي. اه مرحبا من الجديد. بدنا اليكم في فيديو اخر بعد مدة طويلة في الغياب عن القناة. اه اليوم نرجع في فيديو اخر عن اه ربح من ريد بابل. سوف اريكم الارباح الخاصة على كما ترون اه واحد واربعون دولار. اه بطبيعة الحل كانت في اه جويلية اه كمنا بالحصول على مبيعات في ريد بابل واعدة بعد ان كنتوا بالتوقف في العمل على توقف المبيعات بطبيعة الحل ذلك يجب وان تكون لديك يعني استمرارية على العمل. لذلك عودت اه من جديد للعمل على ريد بابل والانطلاق في بزنس حقيقي على موقع ريد بابل سوف اعطيكم يعني جميع التفاصيل كل مرة في اعطيكم جديد خاص بالفيديو على اه ريد بابل وكيف تربح من ريد بابل وكيف تختار يعني اه الديزاين او تي شيرت الذي سوف تقوم ببيعات بطبيعة الحل كما ترون هنا اه حصلت على مبيعات وهذه هي المبيعات ورصيدة هو واحد واربعون دولار وسوف ندب الى اه كما ترون سوف ترى يعني اني كنت بسحب المال عن طريق في اتنين اه اوغوست الفين وثلاثة وعشرين يعني لست بباعدة اه بعد ان توقفت عن العمل توقفت الارباح اه سوف نقوم بالعودة الى وريكم بعض يعني بعض الاحصائيات كما ترون الاحصائيات لدي الى حد الان يعني سيرج خاص بالمنتجات التي سوف اعطيكم يعني نقوم بالعمل عليه ونقوم برفعه على موقع مع يعني التصميم وايضا اه التشيرت اه التشيرت الخاص به يعني التصميم خاص به وايضا الكلمة المفتاحية ونقوم برفعها على موقع اه كما ترون اول شي سوف تقوم بالذهب الى هذا الموقع بوبل سبايدر بوبل سبايدر وقمتوا بالتكلم عنهم في عدة اه فيديوهات وهو موقع رائع ومتاز جدا يعطيك الكلمة المفتاحية او الديزاينات او التي شيرت الذي يمكنك ان تقوم بالعمل عليه في موقع آآ فقط ما عليك ان تقوم باختيار يعني يعني المنافسة تقوم بانزالها الى اربعمائة او خمسمائة حتى آآ تبحث عن المنافسة الضعيفة يعني تقوم قليلة جدا وتقوم بكفل هذا الخارنتان وتقوم باختيار اللغة الانجليزية وتقوم باختيار يعني احد الديزاينات هنا ولكن آآ الموجودة هنا او الكلمة المفتاحية الموجودة هنا يجب أن تقوم باختيارها بعناية هناك تفاصيل اخرى يجب أن تقوم باختيارها مثلا انا قمت باختيار هذا الهدي الكيوارد الموجودة هنا نقوم باختيار نتوجه مباشرة الى جوجل التوجه الى جوجل تقوم بوضعها هنا كما ترون بهذا الشكل نقوم بحث تي شيرت وسوف تظهر معك عدة كلمات موجودة هنا آآ بطبيق الحال سوف تقوم بكتابة معها شيرت وايضا نقوم باختيار سوف نجد ان موجود في هذا الكلمة المفتاحية نقوم باخذها مباشرة نقول لها كذا ونتوجه الى جوجل تراند جوجل تراند سوف تقوم بوضعها في كما ترون هنا سوف تجد يعني عليها عن معدل من البحث في الولايات المتحقة الامريكية بطبيق الحال هذا الدزاين او هذه الكي وارد يمكنك ان تقوم بالعمل عليها ورفعها الى حتى تحصل على بعض المبيعات بطبيق الحال سوف نقوم بيعني اخذ هذه الكي وارد وايضا بنسبة لتي شيرت ايضا فهي عليها عملية بحث بسيطة في آآ الولايات المتحدة الامريكية ايضا هنا يمكنك ان تعمل على هذا الدزاين بكل اريحية لان عليها عملية بحث وهو مطلوب في السوق ولديه آآ ينفس على هذا الكي وارد او هذه الكلمة المفتاحية ينفس عليها في المراتب الاولى على محرك البحث كما ترون هنا كما ترون انظر سوف تجد ان يبحث هنا ندخل الى نقوم باخذ هذه الكلمة مباشرة هنا نقوم بوضعها بهذا الشكل انظر معي سوف نجد عدد التشيرتات او هذي الكي واردات الموجودة هنا بالنسبة للكي وارد او عدد التشيرتات الموجودة الخاصة بهذا الدزاين هي مئتين وسبعة وتسعون اي انك يمكنك ان تقوم بالدخول في المنافسة على هذا التصميم بكوة وتحقيق بعض الارباح آآ نتوجه الان الى طريقة التصميم الطريقة التصميم سوف توجه الى هذه الخانة الموجودة هنا او هذا الموقع اي اي ايميج اديتور هذا الموقع يجب ان تقوم بالدخول اليه لماذا هذا الموقع يعطيك يعني في اليوم حوالي اربعون آآ تصميم يقوم بتصميم هو كما ترى اربعون في اليوم اربعون تصميم وانت سوف تختار يعني التي آآ تريدوها مثلا نقوم باحد في هذه الكلمة هنا شيرت ونقوم باختيار يعني شكل او تصميم الدزاين الذي آآ نريده كما ترون هنا يمكنك ان تقوم باختيار يعني اي تصميم تريده سوف نقوم باختيار احد التصميم حتى نقوم يعني اخذ الدزاين معنا نقوم بوضع هذا التصميم يعني لا نقوم باختيار تصميم اخر مثلا سوف نقوم باختيار هذا التصميم لا نقوم باختيار نعم نقوم باختيار هذا التصميم الموجود هنا ونقوم بعمل سوف يعطينا يعطيني اربع صور لهذا التصميم او هذه حتى نرى هل هي مناسبة للعمل عليها ام لا? اه ننتظر بعض الوقت كما ترون انظر التصميم التي اعطاك اياها. نقوم بتغيير مثلا كما ترون اصدقائي حصلت على هذه الدزاينات يعني اه سوف اقوم بتقرير بين هذه الدزاينات الموجودة هنا. وايضا هذه الدزاينات الموجودة هنا. يعني كما ترون دزاينات يعني اه ممتازة يعني يمكنك ان تقوم باستعمالها على التشيرت الخاص بك بكل سهولة يعني سوف تعطيك يعني اه شيء ممتاز. اه مثل نقوم باختيار ما بين هذا وهنا سوف لكم باختيار هذا الدزاينات. فهو ممتاز. اه يعني عن اراء الموجودة او هذه الجملة الموجودة هنا. نقوم بحفظ يعني هذا الدزاين نعم داولاند. هذا الشكل ننتظر حتى يتم تحميل يعني الدزاين. نعم تم تحميل الدزاين كما ترون. هذا هو الدزاين. فهو سوف يفتح معنا. هذا هو الدزاين. ولكن سوف نحتاج الى شيء ما هو ان نقوم بازالة الخلفية الخاص بهذا الدزاين ولكي نقوم برفعه على ونقوم باحترام يعني المقاصات الخاصة بالمقاصات الموجودة على حتى يكون يعني اه الدزاين تمام للتيشيرت الخاص بنا. تابع معي الفيديو فقط سوف اقول لكم جميع التفاصيل. بالنسبة الى التصميم او رفع التصميم على سوف تحتاج الى يعني المقاصات كما ترون سوف نتوجه الى موقع سوف سوف تقوم باخد هذا الدزاين الفين بيكسل على الفين بيكسل وتقوم برفع الدزاين الخاص به الى هنا. آآ نقوم برفع الدزاين. توجي الى ومباشرة نقوم برفع الدزاين هكذا بهذا الشكل. وستطيع رفعه الى الموكل. ثم نقوم بازالة الخلفية الخاصة بالدزاين. ننتظر فقط حتى يتم تحميل يعني الصفحة كما ترون. سوف يتم تحميل يعني الصورة ونقوم بتعديلها. نقوم باخذها بهذا الشكل كما ترون. نعم باية الطريقة كما ترون بهذا الشكل. ولكن يجب ان نقوم بازالة الخلفية الخاصة بها بعد ان نقوم بحفظها. اول شي سوف نقوم بها وحفظ الصورة. نقوم بالضغط هنا. طاولاند بهذا الشكل. وسوف ننتظر فقط بعد التواني. كما ترون يتم تحميل الصورة الى حتران. ننتظر فقط بعد اتواني حتى يتم تحميل الصورة. كما ترون اصدقائي تم تحميل الصورة لان نقوم بتنزيلها على الحاسوب. بهذا الشكل. نعم تم تنزيل الصورة كما ترون بهذا الشكل. والان سوف نحتاج الى ازالة الخلفية الخاصة بها. سوف نتوجه. كاي ولكن تقوم بازالة يعني الخلفية الخاصة بالصورة اللي اه قمت بانزالها من يعني من آآ هذا الموقع كما ترون ايزر هذا الموقع يعطيك امكانية انك تزيل خلفية الصورة مع بقاء الحجم الخاص به يعني دون ان يكون الحجم بها آآ الخاص بالصورة متغير. لذلك حاول ان تعمل على هذا الموقع لانه سوف يحافظ على طول وعرض الصورة التي قمت بازالة يعني آآ الخلفية الخاصة بها. نقوم بالدخول هنا نقوم بتحميل الصورة وهي هذه الصورة المجتهنة. نقوم برفعها الى الموقع. وسوف يقوم بايزات يعني الخلفية الخاصة بالصورة مع الحفاظ على الطول والعرض آآ الخاص بالصورة بكل سهولة. هذا الموقع ممتاز جدا للعمل عليه وهو مجاني مئة في مئة كما رأيتم في الفيديو. آآ جميع الطرق التي اعطيتكم اياها هي مجانية يمكن لأي شخص ان يقوم بالعمل على بطريقة مجانية دون ان يدفع اي ما عليك سوى ان تقوم بالتبات ويعني الممارسة في العمل على ننتظر فقط ازالة خلفية الصورة كي نقوم برفعها على بعد التواني فقط. ننتظر سوف يتم على جلد الصورة. ننتظر فقط بعد التواني. نعم. كما ترون تم ازالة الخلفية باحترافية. كما ترون يعني الخلفية تمت ازالتها باحترافية مع الحفاظ على الشكل الدزاين الخاص بنا. آآ الآن نكون بحفظ آآ الصورة كما سنبطل الشارجي. مع حفظ يعني تكون بحفظ الصورة مع آآ يعني العرض والطول الحقيقية الخاص بها. ما الآن? سوف نتوجه الى هنا نقوم بالدخول tape. نقوم بالدخول هنا. نقوم بتغطرöll التشفورد وهذا الشكل ونقوم بالدغط على كي نقوم برفع الخاص بنا على الموجودة في سوف اونيكم طريقة اختيار الخاص بيننا. نقوم برفع الصورة بنيت الشكل. سوف نزيل الصورة هنا. نقوم برفعها بهذا الشكل. هنا سوف نقوم بوضع يعني الخاص بينا وايضا سوف أريكم طريقة اختيار يعني لأنهما مهمان جدا في تصدر عمليات البحث. بطبيعة سوف أريكم طريقة العمل. فقط ننتظر رفع الصورة الى بعد التواني فقط وسوف يتم تحميلها. كما ريتكم يعني طريقة العمل بسيطة جدا. عندما تقوم بالدخول الى وهي الادة التي سوف نقوم بالبحث من خلالها على الكلمة المفتاحية وتقوم بأخذ تلك الكلمة المفتاحية الخاصة بالتيشرت او ديزاين الى جوجل. تقوم باختيار الكلمة مع كلمة اخرى وهي التيشرت او آآ تقوم بالتوجه الى الى جوجل وتقوم بوضعها هناك لكي ترى عملية البحث. نقوم بالنزول الى الاسفل الان. كما ترون هذا هو الديزاين الخاص بنا وكيف سوف يبدو على التيشرت وهو ممتاز. ونحن سوف نقوم باختيار يعني آآ التيشرت فقط. يعني او نقوم باختيار بعض الآآ الديزاينات الاخرى فقط سوف نقوم باختيار يعني الطايتل وآآ وايضا آآ ايضا الديسكريبشن. كما قلت لكم مسبقا سوف نقوم باخد هذا الكلمة هنا. نقوم بعمل لها نتوجه الى الى رضبابا نقوم برفع يعني وضع العنوان بهذا الشكل وبهذه الطريقة. ثم نقوم بوضع فاصلة هنا للماذا لكي نقوم بوضع عنوان آخر خاص به وهو بهذا الشكل. نقوم بالتوجه الى رضبابل ايضا. وفي نفس الوقت في نفس الوقت نقوم باخد هذه الكلمات الموجودة هنا. ونقوم بوضعها هنا ككلمات مفتاحية او كطاكز للدزاين الخاص بنا. نتوجه ايضا الى رضبابل. الى عفوا الى جوجل ادوارد الان. سوف نتوجه الى جوجل ادوارد. يجب ان يكون لديك حساب في جوجل ادوارد. لماذا؟. لانك من خلاله سوف تتمكن من استخراج كلمة المفتاحية التي يمكنك ان تقوم باضافتها الى الدزاين الخاص بك. نقوم باختيار الكلمة هنا. بهذا الشكل نقوم باختيار اللغة الانجليزية. بهذه الطريقة نقوم بازالة الدولة. ونقوم بالضغط على بهذا الشكل سوف يعطينا يعني كلمات مفتاحية. ونحن سوف نقوم باختيار كلمات المفتاحية المناسبة للدزاين الخاص بنا. فقط نقوم بازالة هذا الشكل. كما ترون. اه حسنا بسبب الشيرت وايضا نقوم بنزل اسفل كمكلمة لدينا اتنين فقط. تي شيرت وسوف نقوم بالعمل على هذا الكلمتان فقط. لانهما سوف يكون ممتزل. بالنسبة لكاس حسنا سوف نقوم باختيارها فيما بعد. ولكن في الوقت الحالي سوف اقوم بالاكتفاء بهذا الكلمتان المفتاحية فقط. نعم كما ترون هنا. ونقوم ايضا باخذها الى الى الوصف. ولكي تقوم باختيار الكلمات الاخرى مفتاحية. نحاول ان تقوم بالبحث مثلا في اه في جوجل. حسنا فقط بعد التواني. حتى اوليكم ذلك. نعم نقوم باتجاه هنا. باست. فقط بعد التواني لكن اقوم بيزال تحان في بهذا الشكل. ونقوم بالضغط على اوكي. اوكي. انظر هنا. نقوم بعمل كما ترون لدينا بعض الكلمات المفتاحية. اه حسنا كل ما يتعلق بالتيشرت الخاص بهذا الدزاين سوف نقوم باختي. نقوم باختي هذي فقط. حسنا هذه الكلمتان المفتاحيتان فهما ممتازة للعمل عليهم. هما هما تيشرت وشرت. نقوم بأرر. كما ترون لدينا كلمتان مفتاحيتان سوف نقوم بالاكتفاء بهما وهو اه اه يو جاست غو تيشرت سوف نقوم بالاكتفاء بهذا الكلمتان المفتاحية. اه بالنسبة للدزاين فهو موجود نقوم باختيار الدزاين الذي سوف نقوم بوضع عليها. نقوم بحسنا هنا جرافيك تيشرت اه شو حسنا سوف نقوم بوضع هاته تيشرت ايضا سوف نقوم بوضع هاته تيشرت ايضا سوف نقوم باختيار يعني. التصميم الذي يمكن العمل اكن بازالة تصميم هنا نعم نسترك هذا التصميم ايضا وايضا هدو ايضا صميم جيد نقوم بازالة التصميم نقوم بازالة حسنا يعني سوف نطرق ايضا هذا التصميم هنا نعم سوف نقوم بعمل على هذه التصميم الموجودة هنا نقوم باختيار يعني ديزاينر EddiePainting نعم ثم نقوم بالضغط هنا ايضا هنا هنا نقوم باختيار هذا الخيار هنا. وعلى ما اظن ان التصميم الخاص بنا جاهز للرفع على كما ترون. نقوم برفعه على الان. حسنا نقوم بالضغط على هذا الخيار الهون. سوف يتم رفع الدزاين الخاص بنا على وسوف يكون جاهز بعد مراجعته. بعد ان يتم مراجعة الدزاين الخاص بنا اهل في حقوق طبع ونشر ام لا. سوف يتم اه انزال له مباشرة على لماذا اخترنا هذا الدزاين? لان الكلمات المفتاحية الخاصة به منطلوبة في عملية البحث في الامريكية وايضا يمكننا ان انه تصدر يعني بهذه من خلال هذه الكلمات فقط يمكننا ان نتصدر عمليات البحث ونقوم بالحصول على بعض المبيعات الخاصة بهذا التيشرت كما ترون سوف يكون بهذا الشكل. نعم كما ترون هنا انظر بهذا الشكل. فهو ممتاز وجميل. اه. يمكننا ان نحصل على بعض ما بيعت بإذن الله. لان الدزاين ممتاز وجميل جدا. وبسيط運 ينبه عن حلة يعني العنوان او الكيوورد الخاص بنا ا ادارة ان تقوم بالتعديل يعني على الدزاين الخاص به تقوم بالضغط على هذا الخير هنا وتقوم باختيار يعني الكاميس مثلا بنسبة لهذا الكاميس الموجود هنا. مثلا ايدات. بهذا الشكل وتقوم باختيار يعني الكاميس الذي سوفيه... اللون الذي سوفي يضهر به الكميس بهتلا به هذا الشكل او هذا الشكل او هذا الشكل يعني يمكنك ان تختار اي ديزاين يمكنك ان تقوم بظهره اولا للديزاين الخاص بك نعم سوف يكون بهذا الشكل نقوم بالضغط على بعد الشكل نعم ونقوم برفعه كما قلت لكم سوف يتم مراجعة الديزاين الخاص بنا ونقوم بالضغط نعم ونقوم بالضغط على السيف بهذا الشكل سوف يتم مرفع الديزاين ومراجعته على وبعد ذلك سوف نحصل على يعني على المراجعة الخاصة به نعم نقوم بالضغط هنا نعم ننظر فقط بالتواني تم مرفع الديزاين سوف يعطينا الشكل الخاص به نعم فقط بالتواني حتى نرى سوف يعطيك عدة التصاميم موجودة هنا يمكنك ان تتركها تتركها يعني اللي البيع على على بيقول يسهل بعد الشكل كما ترون هناك عدة ديزاينات وهي جميلة جدا كما رأيتم اتقائي هذا هو الفيديو آآ الخاص به سوف اعطيكم يعني تجارب خاصة به على في كل مرة سوف اعطيكم جديد خاص بالديزاينات وطريقة بناء خاص بك على شكرا لكم على المتابعة واللقاء في فيديو وآخر انشاء الله